السلام عليكم بخياتي كراكم ديارين تمنشاة تكونوا كامل بخيات تمنشاة في تنهار اليوم يقاكم بأحسن الأحوال يارب اليوم ان شاء الله جبركم مصفة رائعة بنينة اقتصادية وتحمر الوجه حلوة تنهار اليوم حلوة من ارواح ما يكون تناسب جميع المناسبات وكذلك مليحة القهوة العصر الحلوة اقتصادية وراقية تقطع لكم اكثر من 100 حبة فقط 500 جرام تعزبته نقول لكم لا تنسوا بالدعم و لايك والبارتاج حتى الناس تعمل الفايدة للجميع نروحوا بسم الله على بركتي الله بالمقادر وطريقة التحضير ما نحتاجه في هذه الوصفة؟ نحتاج 500 جرام تعزبته طرية يجب عليكم الزبدة تكون درجة حرارة الغرفة نقطعها بهذه الطريقة حتى تكون سهلة في الخدمة ونحتاجه كاس تعزيت الكاس اللي عبرت به هو الكاس اللي يبدو 240 مليل لتر نحتاجه كاس سكر ناعم من الأفضل كتكون عندكم حلوية جافة ويكون فيها شوية معجونة وشوية شوكولة نقصه من كمية السكر ونحتاجه زوز صفار تعباي هذا هم المقادر اللي نحتاجهم مقادر اقتصادية وتقريبا موجودة في كل منزل ونحتاجه كذلك عندما نخرج هذه المقادر اللي جهة ونحتاجه كيس تعبديل البيض لشي نحتاجه إناء تعنا ونفرغوا هذك الكيس تعبديل البيض لما يعادل زوج حبات بيت كام مني هذا هو بديل البيض تعنا ونحتاجه حوالي 100 مليل لتر تعمى ونخلطهم جيدا بالفرشيطة حتى ندامجه مليح المقادر مع بعض كيم بزاف الاخوات في الكام منتاع قالوا لي بلي هذا بديل البيض غير صحي ونقولكم الاخوات بما أنه كاين حليب مجفف اللي هي اللحظة تاني كاين بديل البيض بديل البيض عادي وجفه وتحصله على بديل البيض فقط نخلطه جيدا هذك البديل البيض حتى تحصله على خليط مجانس تبغى تخلطه بالفرشيطة كما تبغى تخلطه بالقرف وهذا هو البيض اللي تحصلنا له ونضيفه الى المكونات التوعية اللي اخدمناه مع بعض بالنسبة للا الاخوات اللي لا لديهم بديل البيض يقضوا يستانوا عني ويعوضوا بزيج حبة البيض كام مني نضيفه الى الخليطة الثانية ونبدو نخلط المقادر جيدا حتى ندامجه مليح مع بعض ونتحصله على خليط يكون كريمي ويكونوا المقادر كامل متجانسة كما كنت لاحظته لازم عليكم هنا اللي صابلي توعكم كاين بزاف الاخوات ويقولوك اللي صابلي توعنا اره يطلقونا الزيت العجينة اره يطلقونا الزيت اللي صابلي حجم التاعهر يتخلص ونقولك ما عليك غجر بهذه الوصفة وعينيك مغامضين ان شاء الله بإدن الله النتيجة تقعد ناشحة مليار في المياه والحبة تقعدو كامل على حبة هنا فقط هي الملاحظة لكي تنشيف اللي صابلي تاعك لازم عليك المقادر يتخلطوا جيدا سواء بالباطر ولا بالباتخة فقط باليد وتخلطهم جيدا حتى نتحصلوا على خليط كريمي هذا هو الخليط تحصلنا عليه خليط كريمي نضيف له ثاني كذلك نضيفه له حوالي كاس الربع نيشا اللي هو المايزينة المايزينة هي تطلنا طارة وشابة بزاف لصابة توعنا وصابة توعنا يجونا خشاش ويجونا يضوبوا في الفم ونحتاج كذلك كيس خامية حلويات دائما نقول لكم في 500 قرام بتاع زبدة لازم عليكم ديروا كيس خامية حلويات ما تكطروا شخامية حلويات خشخامية حلويات غادي الحجب تقلص لكم ومرة غادي الحجب يكبر لكم على بها ديروا فقط كيس خامية حلويات بعد ما خلطنا هدوك المقادير جيدا نضيفوا له عطر الكراميل حوالي ملعقة عطر الكراميل ونضيفوا له حوالي نصف كاس لتاع كوكاو اللي يكون محمص ومرحي نمو هدو نضيفوهم قدام الانيشا اللي اغالي بان انسيتهم بعد تصورتهم لكم نخلطوا جيدا حتى نتحصلوا على خلط كريمي وهذه المقادير مليح مع بعض وهذا الكوكاو يدخلنا مليح في ذلك المقادير لكي يجعلكم نتيجة الشابة والصابي يجيكم مليح من الأحسن انكم تحمسوا في نهارة وتحمسوا على نارة قليلة وتطحنوا وتخدموا به لكي يتحصلوا على الكوكاو ويكون حمص ولا تقدروا تستغنوا عليه ونخلطوا جيدا ونلموا الخليطة بالفرينة حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية وفي نفس الوقت ما تكونش تلسق في اليد هذه العجينة تحصلت عليها قلتكم عجينة تكون طرية وهذا هو المول اللي قد نخدمو به الشوكولة حاولت أنا نوريه لكم ولازم عليكم كي تخدموا هذو الأنوات وتشروا هذو المول لازم تشروا طوابع يكونوا قدهم نجيب العجينة ونورقها في كيس بلاستيكي ونبدأ نطبعها بشكل دائري بهذا هو الطابع الذي استعملته في نفس الوقت نضير الفرن تحرير حرارة 180 نضير هذه الحبات على صعبة توقيته ونجد أن يكون صعبة توقيته ونجد أن يكون صعبة توقيته ونجد أن يكون صعبة توقيته ونجد أن يحمره جيدا لكي تكونوا ويقعدوا مع القرمشة التحام سوف نتبع كامل الحبات ونضخل صعبة توقيته هذا هو الشكل كما تلاحظون الحبات توقيته نصف الكمية نصف الكمية ونجد أن يبرده ماء ونساق ثم نعجون ونحن نضيفه ونضيفه ونجد أن يكون مخفيفه ونحتاجوا كمية من المقصرات الكوكا ونحن نضيفه ونحن نضيفه ونحن نضيفه الكوكا ونقشور كمية من المعجون وكمية من الكوكا واليكون محمص كمية من الشوكولة كمية من الشوكولة تكون مدوبة في حمام مائي كما لاحظتم الشوكولة مدوبة تماما ويبقى فيها حبيبات نخلط نخلط وضعنا دكامل حبيبات هنا الشوكولة تحتاج لكم شابة ستو البيضة ونحتاج فيها زجوم غارف كبار زيت في كل مية من الشوكولة بيضاء نضيف لها ملعقة زيت في فصل الشتاء في فصل الصيف لا تضيف لها ونحتاج هنا كمية من الكوكا والأين المقصرات يكون محمصين ومطحونين نضيف حوالي 3 مغارف أو 4 مغارف نضيف على حسب الكمية ونطحنه جيدا بيضاء نتيجة ناجحة نخلطه جيدا الكوكا والمقصرات مع الشوكولة ومع الشوكولة ومع الشوكولة كمية مفتل ونقبتها ونقبتها هنا تزين اختياري من فصل الصيف ونقبت شوكولة كما تضيف ونقبتها فقط نقبتها ندخلهم في المجمد في مدة 5-10 دقائق تكون هذه الشوكولة جيدتنا تأماما ونجدوها لكي نزينوا الحلوة الثانية هذا هو المول بعد التهميل مجمد يبدأ يديموا لي منه عادي كما تلاحظوا بشكل سهل ونبدأ نحطهم فوق ريسابلي هذا هو الشكل التي تحصلت علي فوق ريسابلي لكي تلصقوا ريسابة نستطيع التحديات البرادة منذ أنكم سيارت الأسوة سوف نستطيع التحديات ونجد التحديات سوف نظروا حلوة وشكلها النهائي هذا هو الشكل النهائي وعندما نستطيع التحديات البرادة لتعلمها من المناطق هذه الحلوة اقتصادية اقتصادية انا هذه العجينة قطعت لي 100 حبة بس اديروا في حسابكم بلني ان الحجم الحلوى جاي صغير ما جايش كبير بزيف على بها قطعت لي 100 حبة بالنسبة لك ان كبرتوا الطابع تقطع لكم 80 حتى 90 حبة هذي وصفة عنها اليوم وهذا هو الشكل نهائي بلسبة الاخوات ليسا قصني على الاسعار هنا ساعة الحبة ضيء تقضي تبيعه 100 حتى 120 في الكيلو تمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفة تمنى ان شاء الله كنت خفيفة ضريفة عليكم درك معي نقولكم الى الملتقى الى فيديو اخر ووصفة اخرى ان شاء الله